أكد مكتب الأمم المتحدة لتنصيق شؤون الإنسانية أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة أدت لتزايد عمليات النزوح في غزة مشيرة إلى أن ذلك هو الجزء المطلوب من الإخلاء وكانت قاضاء لأمر إخلاء شامل صدر في أكتوبر الماضي لجميع أنحاء شمال غزة وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة أن الأحياء المتضررة يوجد بها أكثر من 60 ملجأة كانت في الأصل مدارس بالإضافة إلى مستشفيين يعملان بشكل جزئي وست نقاط طبية ومركزي رعاية صحية أولية وأوضح المركز أن الأعمال القتالية النشطة والطرق المدمرة والقيود على الوصول الإنساني وغياب النظام العام والسلامة كل ذلك يسبب تقويض الحركة على طول الطريق الرئيسي للشحنات الإنسانية من معبر كرم أبو سالم إلى خان يونس ودير البلح مما أدى إلى شح الوقود والمساعدات إلى جانب زيادة فرص تلف الإمدادات العالقة في الطرق بعد أن تعرضت مدينتهم لقصف شديد من قوات الاحتلال الإسرائيلي حزم أهالي مدينة غزة أمتعتهم وغادروا المدينة بعد أن أصدر الاحتلال أمرا جديدا بإخلاء المنطقة وأظهرت لقطات مصورة تدفقا مستمرا من الرجال والنساء والأطفال يتجهون خارج المدينة المدمرة البعض منهم من كبار السن والمصابين على الكراسي المتحركة بينما حمل آخرون أطفالا صغارا على أكتافهم وحملوا معهم الحقائب والأوعية ومع دخول الحرب في غزة شهرها العاشر وتضاء الفرص وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين يزداد الوضع في القطاع سوءا يوما بعد يوم واسط تحذيرات من حدوث مجاعة شاملة في غزة حالة من اليأس وفقدان الأمل تخيم على أهل غزة في العودة إلى ديارهم التي لم يتبقى منها سوى أطلال خلفها القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع من أول شهر الحرب لتاسع شهر إحنا بنتستنى كل يوم منفاوضات فجأة بقول لك فشلت طيب بعد سبعين ثلاثة أو شهر بقول لك فشلت إحنا بطل فيه أمل بطل فيه أقول لك يقسنا يقسنا من الحياة طيب يا عام خلص مية مية هيا يلا يا بنت حضر الشنات حضر مش عارف شوه يلا بنروع على غزة فيش تاني يوم فجأة بقول لك فشلت مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة مع دخول الحد الأدنى من الغذاء إلى القطاع المحاصر وتعنت إسرائيل أمام دخول شاحنات المساعدات لوقتيش إحنا بدنا نعاني اللي معناه هادي الواحد لا معاه شيكل يوكل ولا معاه حزن ولا معاه أي حاجة يصرفها يعني نفسنا في حاجة مش طايلينها من يوم ما هجرنا نتكت لحلنا حطناها في اتمامنا فأكلم حطناها في اتمامها طب غزة يناس مكناها وأنا مرة عمري تمانين سنة لا معانا سيولي مصاري ولا معانا ذهبي ولا معانا حاجة أظل وقتش الحل بدي يصير معانا من شان الله يا هنية من شان الله يا نتانياهو اتطلع في الشعب الميت إحنا بنموت ساعة ساعة إحنا ميتين مش عايشين إحنا عشنا يعني تسع شهور معاناة كل يوم بسنة معاناة كل يوم بسنة الحياة المادية يعني غالية 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 الميت شكل في الوقت الحالي عن عشرة شكل حياة صعبة القوت طبعي ولادنا باللي بتفهمها يعني من حاول ندبر قوت ولادنا رحلة نزوح جديدة لا تنتهي مجهولة الوجهة وما يلبث المواطنون الغزويون أن يمكثوا في منطقة فيها شيء من الأمان إلا ويعاودوا مغادرتها مجددا للبحث عن أمن مفقود في أرض غزة المدمرة وبين قر وفر من مدينة إلى أخرى في القطاع تعب النازحون من الهروب ناجاتا بأرواحهم وتأمينا لأطفالهم مع السمرار التهديدات الإسرائيلية بالقصف وتدهور الأوضاع الإنسانية في جميع أنحاء غزة